السلام عليكم أحبائي اليوم سوف نمر إلى نص القراءة الجديد تحت عنوان عن أسردون وسنمر مباشرة إلى الإجابة على سئلتي النص السؤال الأول يقول أكمل الشبكة بما له علاقة بمنتزعين أسردون منتزعين أسردون طبيعة شلالات زوار أشجار ماء منعش عصافير أدكر كلمات من عائلة نظرة وحلقة نظرة منظر ناظر حلقة تحليق محلق يحلق وبين مرادف الكلمات المكتوبة بالأخضر بوضع علامة في بعدها تحسرت تأسفت متدفقة جارية شامخ مرتفع أفهم لماذا تأسف الطفل عندما غاب المشهر لأنه لم يرى الاستطلاع بخصوص عين أسردون سؤال ثاني يقول أين يقع منتزعين أسردون يقع منتزعين أسردون بالقرب من مدينة بني ملال سؤال ثالث بما ينتز موقع المنتزع إنه موقع سياحي فريد يتميز بجمال الطبيعة وبعين المتدفقة على مدار السنة واحدة إخساء حراء بفضلا عن بساتين شاسعة تضم أشجار الزيتين والزيتون والرمان تختارقها مجموعة من السواق رابعا ما المعلمة التاريخية المتواجدة هناك؟ المعلمة التاريخية هي قصر تاريخي يقف شامخا في قمة العين سؤال خامس أبحث في النص عما يدل على أن عين أسردون تعتبر فضاء سياحيا قوله يقصد عين أسردون زوار كثير من داخل المغرب وخارجه وافر الغلال فضلا عن بساتين شاسعة تضم أشجار الثين والزيتون والرمان تختارقها مجموعة من السواق ماءه لا يجب هي العين التي تدفق ماءها الزلال على شكل شلالات تشكل منظرا رائعا تسعد العين لرؤيته أحلل تعرف الطفل مميزات منتزع عين أسردون بواسطتي طبعا استطلاع تلفازي ثامنا أبحث في النص عن العبارات التي تبين أن عين أسردون منتجع سياحي يقصد عين أسردون زوار كثير من داخل المغرب وخارجه ممن يعشقون الطبيعة والسياحة الجبلية ويحلو لهم تخليل ذكرى زياراتهم بأخذ الكثير من السور أمام شلالات العين وفي حدائق المنتزة وبالقرب من قصر تاريخي يقف شامخا في قمة العين نهاية الحصة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وإلى اللقاء